المهر يدفعه الرجل المهر ألف الآن أدفع خمسمائة وخمسمائة أدفعها بعد مدة معجل بعضهم وأجل بعضهم لا بس لكن ما يصير المرة تدفع المهر لا يجوز فالرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والله تبارك وتقوى فلا تأخذوا منه شيئا وتأخذونه بهتان وإثما مبينة فالأرجل هو الذي يدفعه ليس المرأة فلا يجوز للمرأة أن تدفع المهر أبدا ولا يجوز زواج بدون مهر أيضا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وإن مرأة مهبت نفسها للنبي إن كان النبي يريد أن يستكاه خالصة لك من دون المؤمنين هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أما غير النبي لا يجوز زواج بدون مهر أبدا ولكن قد يؤجل المهر أما أن تدفع المرأة المهر فهذا لا يجوز أبدا في شرع الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر